هنروح أكيد للفقرة الثانية فقرة اليوم غدا ومعانا مباريات اليوم نستعرض معكم الأول المجموعة اللقاءات اللي كانت في الساعة أربعة وهي مباريات أكيد كانت قوية جدا كلنا تابعناها هي أولى المباريات كوريا الجنوبية وألمانيا وفي نفس التوقيت المكسيك والسويت كوريا الجنوبية وألمانيا 2-0 لكوريا في مفاجأة كبيرة جدا 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 إن كوريا الجنوبية 3 نقاط من حامل اللقب كلنا شفنا إن كوريا هدف أول توني كروس هو اللي عمل أسس الهدف الأول لكوريا الجنوبية أما الهدف الثاني مانويل نوير يعني بيكمل سيناريوهات تكملته مع المنتخب الألماني في الهجوم وقال هي أكيدا خربانا خربانا وبالتالي كوريا الجنوبية تستغل الثغرة الموجودة في تقدم نوير وتحرز الهدف الثاني المكسيك ويعني خسارة بتلت أهداف مقابل شيء من السويد اللي تستحق الفوز عن جدارة واستحقاق وكمان عدم احتساب ركل الجزاء لها في الشوط الأول كلنا شفنا إن فيه لمسة يد وبالتالي السويد تخطف فوز من المكسيك وكمان تخطف بطاقة الصعود في المركز المجموعة الخامسة النتائج للمجموعة الخامسة سربيا كانت بتلاعب البرازيل 2-0 للمنتخب البرازيلي وبالتالي البرازيل تتأهل كأول المجموعة أما المنتخب السويسري المكافح والمجتهد بيتعادل مع كوستاريكا 2-2 وبيخطف بطاقة التأهل في المركز الثاني ده ترتيب المجموعات بعد الجولة الثالثة المنتخب السويدي صاحب المركز الأول بست نقاط فارق أهداف عنه وعن المنتخب المكسيكي اللي بتساومع في عدد النقاط في المركز الثاني لكن السويد تتفوق بفارق الأهداف أما كوريا الجنوبية ثلاث نقاط من فوز على المنتخب الألماني والمركز الرابع فضيحة ما بعدها فضيحة وجود منتخب ألمانيا آخر لمنتخب في مجموعته مع منتخبات متوضعة في الإسم لكنها قوية في المستوى ثلاث نقاط للمنتخب الألماني أما المجموعة أو مجموعة البرازيل المجموعة اللي احنا كنا نتكلم عليها في نتائج آخر المجموعة الخمسة البرازيل ثلاث مباريات سبع نقاط منتخب سويسرا في صاحب المركز الثاني خمس نقاط من ثلاث مباريات ومنتخب سربيا في المركز الثالث ثلاث نقاط أما أخيرا كوستاريكا في المركز الرابع عندها نقطة وحيدة أما المجموعة السبعة اللي قاتل هتكون بكرة احنا شفنا المجموعة الخمسة والساتس بكرة إن شاء الله المجموعة السبعة والتمنة هتلعب المجموعة السبعة منتخب إنجلترا هيلاقي منتخب بلجيكا أما منتخب بانما هيلاقي منتخب تونس كل التوفيق للمنتخب التونسي في مواجهته أمام منتخب بانما أما المجموعة التمنى ولقاءات قوية جدا منتخب السنغال هيلقي منتخب كولومبيا ومنتخب اليابان هيلقي المنتخب البولندي منتخب السنغال وكولومبيا منتخبات قوية جدا 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 أو مباراة قوية جدا منتخب كولومبيا عنده دافع السنغال عندها دافع عوضا اليابان عندها دافع أما بولندي هي خارج الحسابات لكنها سوف تلعب إلى تحقيق أي نقطة تخرج بيها من المونديل